اشتركوا في القناة بين البرلمانات العربية جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي رئيس مجلس النواب في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية في الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في مدينة لواندا بجمهورية أنجولا على هامش اجتماعات الجمعية 47% للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة بحضور رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وأشار معالي رئيس مجلس النواب إلى أن مشاركة الشعب البرلمانية في الاجتماعات التنسيقية للمجموعة العربية في المحافل الدولية يعكس الحرص على تبادل وجهات النظر والتعرف على توجهات البرلمانات العربية تجاه القضايا المطروحة وتبادل رؤساء وممثل البرلمانات العربية الأراء حول الطلبات الخاصة بإدراج بنود طارئة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي كما بحثوا دعم أحد المرشحين لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي وناقشوا كذلك البند الطارئ الذي تم التوافق عليه في الاجتماع الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الداعي لوقف الحرب على غزة إلى جانب البند الطارئ المقدم من باكستان حول مكافحة كراهية الإسلام كما جرى خلال الاجتماع التوافق على ترشيح سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب ممثلا للمجموعة العربية في اللجنة الدائمة للأمن والسلم الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي لمدة عامين ترجمة نانسي قنقر